علاقات تاريخية قوية ومتينة وممتدة تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا وأفاق كثيرة ومتعددة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات الآن نشهد مع حضراتكم مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا أولاً مذكرات التفاهم لتعاوني بين وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية ووزارة البيئة بجمهورية أرمينيا في مجال حماية البيئة توقعها عن الجانب المصري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ويوقعها عن الجانب الأرمينية السيد هاكوب سيميديان وزير البيئة توقعها عن الجانب المصري الدكتورة ياسمين فؤاد توقعها عن الجانب المصري الدكتورة ياسمين في مجال العربية توقعها عن الجانب المصري الدكتورة ياسمين في مجال العربية اشتركوا في القناة 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 مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية ارمينيا توقعها عن الجانب المصري دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ويوقعها عن الجانب الارمينية السيد رافايل جيفورجيان نائب وزير الاقتصاد بجمهورية ارمينيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لحضراتكم